وبعدين ضيعها خمس مرات وبعدين في الألفية التانية من 2005 لحد 2010 خمس مرات يعني عشر مرات وخسرة خمس مرات أو ست مرات خمس مرات يمكن بعدين من 2010 ل2014 أربع مرات صح؟ مفيش أهرام بعدين يعني من 42 لقب الزمالي خد 14 لقب تقريبا في ظل رعاية الأهرام طب بقيت اللي 42 رقم دول كان رعاية مين؟ رعاية ربنا رعاية ربنا والعمل الجاد والمكانة رعاية ربنا لكل حد بيشتغل والمكانة والعمل الجاد اللي مش فاضين إن احنا نقعد للترويج اللي مش صح أنت مدين يا أستاذ عبد الله بالتفسير والتوضيح والتنقيب عشان توصل للحقيقة شوف دور الأهرام اللي انت بتقوله في حصول الأهلي على البطولات وشوف دور الشركات الأخرى اللي ما فيهاش أهرام وليه بترعى النادي الأهلي لكن لو فضلت على وجهة نظرك لست مقدما للبرامج ولكنك مشجع يدغدغ مشاعر ناس على ناس ويكفي للمنطقة يا أستاذ عبد الله وأنا أربع به إنه يكون كده أنا منتظر رد عشان أصنفه إنك تعلم إنه النادي الأهلي برقم القياسي في الدوري في تسع مرات متتالية كان رئيس اتحاد الكورة هو نفسه رئيس نادي الزمالك يعني هدعك تاني بقى يعني حضر بياشا بترد على الحجاج النجاية آه ده أنا بقولك إنه حضر بياشا رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد الكورة ووزير الحربية رئيس نادي الزمالك هو رئيس اتحاد الكورة والنادي الأهلي يأخذ الدوري تسع مرات متتالية بعدها المشير عام من رئيس اتحاد الكورة وهو من أشد الزمالكوية وبعدين بلاش التاريخ هو مين آخر حد يسلم للأهلي درعين دوري آخر درعين للدوري الأهلي فاز بيه معان جدارة وبصعوبة وبرغم كل ما وضعت أمامه من عراقيل كان الأستاذ عمر الجنيني وأعتقد التسريبات اللي خرجت شفت الأستاذ عمر الجنيني قد إيه كان حريص على محاولة مساندة الزمالك والتدخل بحاجات كتيرة جدا لكن الأهلي كسب والراجل جسلموا الدرع الدوري هل كان عمر الجنيني أكثر النزمة الكوية باعترافه كان بيساند الأهلي ده المنطق اللي انتو مش عايزين تعترفوا به بجدارة وقيمة الأهلي ونقاء بطولاته لكن لما بتيجي أفريقيا يا أستاذ إبراهيم ما أفريقيا ده كوم تهاني بقى لا يعني كان فيه أهرام في أفريقيا طيب هو اللي منح الكابتن حسن حمدي لقب أفضل رئيس نادي في أفريقيا مين ادهولوا ليه عشان للأهرام ولا ادهولوا لعملوا في النجازاته مع النادي الأهلي لكن على ذكر حتة المظلومية وأنا هنا بقول اتكلموا بالمظلومية كما شئتوا وادعوا زي ما انتو عايزين لكن لما الأمر يرتبط إن انت مظلوم عشان الأهلي هو اللي ظالم وهو اللي بيأخد حاجة مش حقه يبقى هنا البناء الخاطئ لكن بتيجي لحظة صدقوني لأنه صوت الحق لازم بيظهر بتيجي لحظة زي اللحظة اللي حصلت هذا الأسبوع دخل فيها زميلة العزيز عمر الدردير المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك دخل غرفة الكلاب هاوس على السوشيال ميديا فالرجل اعترف بنفسه فيه مظلومية ولا لأ؟ خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه؟ في حاجات مش عايزين نعلن عنها فيه كلام مش عايزين احنا نعلن عنها يعلينا يا فندي يعلينا يا فندي باشا للناس ترزيل اللي تفتاح بعد اذنك لا احنا في حاجات مش نافع نعلن احنا في حاجات على فكرة كتير جدا 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 بنعملها وفقوق بناخدها ولم يending العمل temas ان يبينا علاقة لان 짜 законч ولم ي疫 HARRIS 製M حيث عنوض بس ده إهداءا برضو الأستاذ عبدالله الكعبي خلينا حديثنا معاه وبعض العقلاء أو معظم العقلاء من جمهور نادي الزمالك الشقيق عشان يعرفوا الحقيقة والله هي دي الحقيقة اللي طلعت كده على فكرة الأستاذ عمر الدردير حاول أن يقول أن الكلام اتخذ من سياقه وعلى فكرة الأستاذ هني حتحوت قال له لا يا عمر ده صوت وصورة ده صوتك وصورتك بس هو كان بتكلم الكلاب هاوز ده عبارة عن مجموعة بتعطي داردش متقلومهم لوحديهم فبتطلع الكلام تلعب الطريقة دي وهو ما ظهر على لسان رموز كبيرة أخرى من الزمالكوية في أمور أخرى كثيرة توضح لماذا يفوز الأهلي ولماذا أحيانا يفوز الزمالك حتى دي يعني وإحنا ما نرجعش نتحاجج بيها لأن إحنا شايفين برضو مقضية وحلو طيب إذا كان الرأي الغلط بيطلع برة وتبنى عليه وجهات نظر أنتوا شفتوها قد إيه فيها انتقاص من حق الأهلي لكن هنا في الداخل وفي قناة النيل للرياضة الزميل العزيز طريق ردوان بيتكلم عن جدول الدوري جدول الدوري والمباريات والأهلي موجود في تولس نسمع طريق ردوان تعليقه على جدول الدوري اللي أنا مختلف فيه بقى مع لجنة المسابقات ومع اتحاد الكرة ولا قدري له سببا الأهلي كان عنده مباراة مع نادي البنك الأهلي وعنده مباراة مع أسوان يوم 7 يونيون طيب تم التأجيل ليه برضو مش لاقي السبب المبرر إزاي بتيجي انت النهاردة حتقابل فريق والفريق ده من فرع المؤخرة اللي بيتنفس مع ست سرع فرعة على البقاء في المسابقة فلما المباراة بتتأجل انت بتريحه وممكن يكون عنده مباراة بعد ثلاثة أيام مع فريق من الفرع اللي بتتنفس معاه على المؤخرة برضو او على البقاء يبقى انت رايحت الفريق ده 7 تية ملعبش والفريق التاني اللي ما عندهش مباراة أجلت ده حيلعب بعد ثلاثة تية عشان تنجح الدوري لابد ان يكون تكافؤ فرص لابد ان يكون فيه عدالة يعني السيد إبراهيم أنا حديلك اللي عندك كلام مهم تقوله لكن هو يعني من كتر ما بيعيشوا المشكلة والله بينسوا بينسوا الحقيقة وبيقع نفسهم في هذا المحظور اللي حتكشفه دلوقتي يعني أنا أربع بطارق رادوان لأنه مبدايا راجل متابع كونه زمالكاوي وحفيد الكابت اللطيف عليه رحمة الله ده قضية تانية لكن أعتقد قليل من المتابعة كان يخلي الزميل طارق رادوان ياخد باله أنت بتتكلم يا عم طارق في فترة الأجندة الدولية لا الأهل ولا غيره كان ينفع يلعب مع البنك الأهلي ولا بنك المصر ولا أي حد ولا ترجى ولا غيره ولا أي حد أنت بتتكلم أنه الأهلي كان لازم أن يلعب عشان تكافؤ الفرص الشمعة الجديدة بتاعت اليومين دول لأنه كان لازم أن يلعب مع البنك الأهلي يوم واحد يونيا ومع أسوان يوم سبعة يونيا بس ملعبش ليه أمال فين العدالة فين اللبانة بتاعت اليومين دول فين العدالة وفين تكافؤ الفرص هو يا أستاذ إبراهيم هو مش يلعب المتشاط دي يعني المتشاط اللي تأجلت دي حتى لو حتى لو بس هو هذا المعاد اللي أنت تتبكى عليه وتعتقد أن الأهل تجامل فيه أنت مش واخد بالك أنه من 31 مايو ل 15 يونيو دي فترة أجندة دولية دا الفيفا دي دا اللي للأهل ولا غير أي فريق ما هو الزمالك ملعبش إيش معنى عايز تلعب الأهل هو موجود في تونس يلعب بالظل الأهل مع البنك الأهل ومع أسوان دا كان محظور اللعب يا أستاذ طارق فعشان تطلع قناة النيل للرياضة تقول أنه ما فيش عدالة والدور ما فيهوش تكافؤ فرص والأهل بيتجامل لا أعتقد كده فيه افتراء كبير جدا على الحقيقة زي ما فيه افتراء كبير قوي بقى على التاريخ بالمناسبة وبمناسبة التاريخ النهاردة 25 يونيا ذكرى مباراة شهدت أغرب وقائع تزييف التاريخ الأهل والزمالك قمة 96 مباراة أدرع بعظيم اللي كل جماهير الكرة اللي عصروها فاكرينها وفاكرين تفاصيلها الأهل يفوز 2-0 الزمالك ينسح ترجمة نانسي قنقر